موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج طاولة حوار في حلقة اليوم سنناقش واقع اقتصاد العراق بين التبديد و الانهيار في ظل حكومات الاحتلال فرغم اعتراف الجميع بأن العراق دولة غنية بالنفط ومبعاته حققت أرباح ضخمة في الآوينة الأخيرة ورغم رسط ميزانية تفوق ميزانية دول المجتمعة تعيش أفضل من العراق من ناحية البنية التحتية و الاستثمارات إلا أن واقع الاقتصاد للبلد و للمواطن في الحدار المستمر و كل المؤشرات تشاؤمية فيما يتعلق باقتصاد العراق اليوم هناك بطالة تصل إلى أرقام مخيفة و معدلات فقر تناهز ثلث السكان و تصل للنصف في بعض المحافظات و لا تستجيب الحكومة إلا للتعيين بعد مظاهرات مستمرة منذ سنوات و لكن ما فائدة التعيين في مؤسسات لا تقدم خدمة و ليس فيها إنتاجية أصلا أين أنتم من تعيين هؤلاء الموظفين الجدد والمصانع و المعامل في القطاع الحكومي مغلقة و هناك خشية من الاستثمارات من جانب أطراف في القطاع الخاص لماذا تستهلك المؤسسات الأمنية في العراق أموالا طائلة من وزارتي الدفاع و الداخلية التي تفوق المليون منتسب و في ذات الوقت يزداد منتسبو ميليشيات الحشد الشعبي إلى الضعف رغم انتهاء العمليات العسكرية و إعلان الهزيمة على تنظيم باعش لماذا تصر الحكومة على البقاء على الاقتصاد الريعي رغم وفرة اليد العاملة و وجود ألاف المصانع لكنها متوقفة و لا تقوم إلا بإعطاء الوعود تلو الوعود بتحقيق الانتعاش و النهضة الاقتصادية و الاكتفاء الذاتي في مجال الكهرباء و الصناعة و الزراعة و هي لا تقدم خطوة في سبيل ذلك في حلقة اليوم نطرح عدة تساؤلات كم نسبة الموظفين المستقلين في دوائر الدولة و من بين هؤلاء من يدينوا للولاء للأحزاب السلطة و ما نسبة إنتاجية الموظفين في جميع مؤسسات الدولة نسأل أيضا ما عدد الخريجين الجدد الذين لا يجدون فرصة في سوق العمل و لماذا يتم تخريج هذه الأعداد دون دراسة لمتطلبات السوق كم عدد المشاريع التي بدأتها الحكومات السابقة و صارفت عليها مليارات دولارات و نسبة الإنجاز فيها صفر أيضا لماذا انهارت قطاعات الزراعة و التجارة و هي تمثل عصب الاقتصاد للدول و كيف يتم إقرار موازنة لثلاث سنوات من قبل أحزاب متهمة أصلا بتبديد الأموال و نهبها باعتراف ذات الأطراف السياسية ضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث في الشأن السياسي كذلك الأستاذ زياد الهاشمي الخبير في الشأن الاقتصادي نتابع هذا التقرير و نبدأ هذه الحلقة معكم يشكل الملف الاقتصادي في العراق واحدا من أكثر الملفات تعقيدا و أكثرها فسادا من ناحية هدر الأموال و ذوابانها في صفقات مشبوهة و عمليات التوظيف العشوائي المنطلقة أساسا من المحسوبيات و الرشاوة حتى بات القطاع العام الغول الذي يبتلع عموال الموازنات دون نتائج ملموسة مؤسسة عراق المستقبل في وقت سابق كشفت أن العراق يعد الدولة الأكبر المعنية بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمات العمل الدولية و يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب من مجملها كرواتب للموظفين دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصرفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفر فرص عمل حقيقية أكثر من مليونين ونصف المليون موظف في القطاع العام المدني إضافة إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف موظف في الأجهزة الأمنية وبالتالي فإن في العراق ما يقرب من أربعة ملايين وخمسمائة ألف موظف حكومي كما أن هناك ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية من الدولة ملايين الموظفين في القطاع الحكومي يستنزفون الموازنة دون أن يساهموا في تنمية مؤسسات الدولة وزيادة مستوى العمل وعلى العكس تماما أدى هذا العدد الكبير إلى الترهل الوظيفي وخمول مؤسسات الدولة فيما الكفاءات من خارج إطار الرشاوة والمحسوبية يصطفون في طوابير العاطلين عن العمل هذا الواقع الوظيفي يتناغم مع الاقتصاد الرائعي المعتمد بأكثر من 90% على النفط وبالتالي لا يوجد حافز لتنويع مصادر الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص عبر المنافسة والابتكار لذلك يستمر انزلاق العراق نحو هاوية اقتصادية تطحن الشعب العراقي وترفع نسبة الفقر إلى مستويات خطيرة نجدد أترحب بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من طاولة الحوار ومعنا الدكتور رافع الفلاحي الباحث والكاتف الشعن السياسي مرحبا بكم دكتور أيضا معنا الأستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي مرحبا بكم أستاذ زياد أهلا وسهلا البداية مع دكتور رافع دكتور يعني بحسب ما صرح به وكشف عنه وزير المالية الأسبق يقول أن عدد الموظفين وصل إلى 7 ملايين موظف بينهم موظفين ومتقاعدين في ذات الشأن تصريحات وزيرة المالية الحالية تقول أنه تم توظيف وتثبيت 237.439 على القرار 315 وكذلك من أصحاب العقود 396.894 شخص كيف تعلق على كل هذه الأرقام في موظفين داخل الدولة يتقاضون رواتب بالمليارات بسم الله الرحمن الرحيم وحييك دكتور سنان وحيي ضيفك الكريم الحقيقة يعني مثل ما قلت أنت وزير المالية السابق عام 2022 قال أنه عدد الموظفين حسب يشوف وزارة المالية 7 ملايين موظفين ولد أن أقول بداية يعني لا أنا ولا أنت ولا ضيفك الكريم من لندن ولا كل عراقي يحب العراق أو وطن يعني لديه اعتراض على أن يحصل كل عراقي على عمل معين يدر عليه مبلغاً معيناً يستطيع من خلالاً يمارس حياته يعيل عائلته يبني مستقبله يعلم أطفاله يتعلم هو يتطبب يعني توفر له حياة كريمة معينة بمستوى معين نحن لسنا ضد هذا الموضوع هذا بدايته لكن مع ذلك عندما يكون العدد 7 ملايين وتأتي الآن تعينات جديدة وفق الموازنة الجديدة أرقام خيالية أخرى عندما تحسبها كلها تجدها تقارب المليون يعني أعداد جديدة ستدخل أنت تتحدث عن نحو سبعين أو خمسة سبعين بالمئة من الموازنة السنوية تذهب كرواتب للموظفين نعم هذه الرواتب الحقيقة تصرف من غير إنتاج حقيقي لأنه يعني كل الاستبيانات كل الدراسات تؤكد أنه يعني إنتاجية الموظف العراقي تزيد عن ثمان دقائق ثمان دقائق باليوم حتى لو كانت إنتاجية تعالية لكن بدون مردود ما بدي يضاف إلى العراق أو يقدم شيء للعراق نعم فبالتالي عندما تقول منظمة العمل الدولي تقول أن العراق هو أكبر دولة فيها عدد من الموظفين هذه كارثة كبيرة الحقيقة هذا تراثل هم يعتبرونه إنجازا لكن هذا كل يعيدنا إلى إلى قضية أنه خلال العشرين سنة الموظفين لم تخلق بيئة استثمارية أو بيئة إنتاجية في العراق تشجع على خلق فرص عمل واستيعاب كل هذه الأعداد يعني لو كانت لدينا بيئة إنتاجية صحيحة على مستوى قطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك ربما لكن استطعنا أن يعني نوظف كل هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها لكن ليس لدينا هذا كله كل البلد معتمن على إذن هي أعداد أعداد بدون طائل وبدون إنتاجية أكيد بالتأكيد فبالتالي يعني لا مردود مالي فيها يعني الحقيقة القطاع الوحيد مثلا الآن كل الدراسات تشير إلى أن كل الوزارات كل المؤسسات الموجودة في العراق تستطيع أن تعمل بشكل دقيق وجيد جدا بخمسة وعشرين بالمية من كل القوى التي لديها يعني من كل الموظفين بخمسة وعشرين بالمية من من الموجود لديها من الموجودين لديها خمسة وعشرين بالمية وخمسة وسبعين زايدين على الحاجة إذن هناك بطالة مقنعة قطاع الوحيد اللي يأتي بالأموال العراق وقطاع النفط لا يعمل فيه إلا أقل من واحد بالمية من العراقيين هذا واقع الحال فبالتالي لدينا كارثة كبيرة وهناك زيادة بالخريجين في كل سنة نعم وهذه مشكلة يعني مستمرة طيب هو إضافة للخريجين ربما نتحدث عن هذا نتحدث عنها يعني اتباعا في الحلقة أستاذ زياد يعني تكلم الدكتور رافع عن وجود أعداد كبيرة وضخمة بين الموظفين في الدولة ولكن دعني أبدأ من حيث أن الولايات المتحدة فيها ثلاثمائة وثمانية وعشرين مليون مواطن وإنسان نسبة الموظفين فيها اثنين في المائة ستة بالعشرة من السكان كندا فيها سبعة وثلاثين مليون نسبة العمال فيها أو الموظفين سبعة من العشرة في المائة سكان فرنسا ستة وستين مليون نسبة العمل فيها سبعة من العشرة في المائة نأتي إلى ألمانيا ويعني معروفة الصناعات في ألمانيا ثلاثة وثمانين مليون نسمة نسبة العاملين فيها نصف في العشرة من المائة أما في العراق نسبة السكان أو عدد السكار 42 مليون وهناك 7 مليون موظف كيف تعلق على هذه الأرقام الضخمة نعم تحية طيبة دكتور سناول دكتور رافع والمشاهدين الكرام بالتأكيد مسألة التوظيف في العراق بالنموذج الحالي بالنموذج التي الذي تتبناها الدولة اعتبرها الحقيقة القاتل الصامت للمؤسسات الدولة العراقية وللاقتصاد العراقي مفارقة كبيرة الحقيقة نحن نتحدث عن أرقام هائلة نتحدث الحقيقة أن اليوم العراق أن هناك شخص واحد يعني من كل عشر أشخاص عشر مواطنين عراقين هناك موظف واحد في الدولة في حين أن المعدل العالمي الحقيقة يقول أن شخص واحد يعني من بين مئة شخص مواطن يكون هو موظف في الدولة عشر أضعاف الحقيقة يعني العراق يرتفع عن المعدلات العالمية يتسيد هذا المشهد لكن بالتأكيد هذا الرقم هو رقم كارثي رقم الحقيقة يدل على المسار السلبي الذي تنتهج الحكومة العراقية في مسألة إدارة الاقتصاد في مسألة إدارة الموارد البشرية التقارير الدولية حقيقة كثيرة وردت الحكومة العراقية وتحذيرات كثيرة من البنك الدولي صندوق النقد الدولي وحتى الجامعات العراقية جامعة بغداد الحقيقة اصدرت أكثر من تقرير وبحث رصين الحقيقة يتعلق بالمخاطر التي يعني يؤديها مسألة التوظيف الغير ممنهج الغير مدروس الذي لا يعتمد على معايير الذي لا يعتمد على ضوابط المطوبة في مسألة التوظيف لدينا مشكلة اليوم أن هناك زيادة في السكان لدينا كذلك زيادة في نسبة العاطلين علاقة أردية الحقيقة اليوم نتحدث عن تقريبا ما قرابة 350 ألف عاطل كل سنة يتم ضخ في سوق العمل داخل العراق لا تجد الدولة إمكانيات الحقيقة أو هي لم تهيئ الإمكانيات للاختصاد وحتى لنفسها لاستيعاب هذا الرقم المهول لديها القدرة 150 إلى تقريبا 150 إلى 175 ألف حسب بعض الإحصائيات للتوظيف سنويا وهذا رقم متدني جدا مشكلة كبيرة اليوم أن هذه الحكومة استسلت الوضع استسلت أن لديها مورد ثابت شبه ثابت هي تعتبره ثابت لا مسألة مبيعات النفط إراد متحقق بشكل شهري وعلى أساسه توظف ما يمكن توظيفها من شباب أو من خريجين لكن المشكلة الرئيسية أن هذا التوظيف لا يبدو أن الهدف منه دعم الاقتصاد ربض الاقتصاد خلق نوع من التوازن داخل المجتمع العراقي إنما هو نوع من التكسب السياسي نعم طيب دكتور رافع هناك معلومة يقولها الأستاذ هلال نقيب كاديمين يقول نسبة موظفين جهاز الدولة المرتبطين بالأحزاب والكتل السياسية 82% ونسبة الموظفين من المستقلين 18% ماذا يعني أن 82% من الموظفين يدينون أو لهم ولاء للأحزاب حقيقة دكتور سنان يعني يعني بعد احتلال العراق عام 2003 وبعد ما حلت وزارات الدولة كلها وقالوا أنه يعني سنبني عراقا جديدا نسمي العراق الجديد نعم إعادة بناء مرة أخرى وهذه الخطوة يعني كلفت العراق كارثة كبيرة وما زالت حاضرة وستبقى يعني موجودة لسنوات طويلة أو ربما لعقود طويلة خلال هذه الفترة بنية العملية السياسية على أساس المحاصص وعطيت هذه الأحزاب وهذه القوى صلاحيات التعيين والسيطرة على الوزارات والمؤسسات التي تعطي الرواتب الفكر الفكر العقيم الذي سيطر على كل هذه الأحزاب وأنه أأتي بأعداد كبيرة أستطيع أن أعينهم وأجعلهم حاضنة لي أو مؤيدين لي نعم أو أمتص ربما أي غضب من الشارع باتجاهي من خلال ربط هؤلاء الناس برواتب معينة تعطيها الدولة من خلالي هذا هذا الذي حصل فكل التعيينات كانت عن طريق الأحزاب الموذج الذي صاب بثورة تشرين أنه هددوا الموظفين نعم وهذه حالة معروفة الموظفين لم يشاركوا في الثورة لأنه هددوا برواتبهم نقطع عنكم الرواتب ونطرتكم من وظائفكم إذا ما ذهبتوا إلى ساحات واضطروا أن يبتعدوا عن هذه الساحات هذه حقيقة رمقناعتهم بأنه هؤلاء الشباب أولادهم وأبنائهم وأخوتهم أزرهم في البداية أزرهم طبعا هذا واقع الحال فبالتالي نحن أمام حالة صنعتها هذه الأحزاب لكي تحمي نفسها لكي تحمي هذا النظام هذا شكل النظام المتهرئ الذي ترعاه الآن العدد مثلما يعني تحدث أستاذ زياد عدد كبير جدا لا يتناسب مع كل وتحدث عن النفط يعني نحن مواردنا الرئيسية البعض يتحدث 90% تأتينا من النفط مواردنا لا يعني حقيقة يعني ربما 198% كلها من النفط تأتي بالتالي أنت تسأل نفسك أمام هذا العدد الكبير الآن والموازنة بهذا الشكل نعم إذا من خفض سعر هناك دراسات كثيرة من خفض سعر النفط والنفط سلعة قابلة أن ينخفض سعر ارتفاع يعني كانت بـ 20 دولار وصلت لـ 100 دولار وممكنه أكثر وتنزل إذا من خفض إلى 60 60 دولار سيؤدي إلى عدم قدرة عجز عجز بالميزانية قدرة عدم قدرة هذه هذه السلطة على تأمير رواتب للموظفين والرعاية الاجتماعية لا تستطيع توفرها هذه واحدة من الكوارث الكبيرة الآن لدينا بالموازنة نحن لدينا هم يقولون 64 64 تريليون دينار عراقي ما يعادل 49 مليار دولار هذا مبلغ كبير الحقيقة هذا عجز رغم أنه يعني قانون إدارة الدولة أو الإدارة في الدولة ممكن القانون الرقم 6 لسنة 2019 يقول أنه العجز لا يزيد عن 3% بالموازنة التخطيطية لكن لدينا عجز هذا العجز يسوي حوالي 45 بالمئة أرقام مخيفة هذا كارثة لدينا ديون 93 مليار دولار خارجية لحد 2021 عام 2021 ما عرف بعد 2021 لا يتحدثون بصدق هذا فقط الخارجية الداخلية فبالتالي لدينا كارثة كبيرة وهذه السلعة النفط التي نعتمد عليها سلعة قابلة لأن يتغير سعرها لأن ينتهي لأن كل شيء يحصل له فنحن في حالة خطرة جدا العراق في حالة خطرة واقتصاد مهدد بكارثة كبيرة وبأعداد هائلة ممكن أن يدفعوا إلى الشوارع ويدفعوا إلى أن تقطع عنهم الرواتب نعم ويعني مهدد بثورة جياع حقيقيا نعم طيب يبدو فقدنا الاتصال مع أستاذ زياد دكتور هنا أيضا يعني جانب آخر كأن الحكومة تحولت إلى وكالة للتوظيف وليس جهة تستثمر في مجال الصناعة والزراعة والتجارة الكهرباء وحتى قطاع النفط نفسه ليس فيه ذاك الاستثمار بالتالي يعني معظم ما يتم توظيفهم هو فقط لأجل كسب ودهم وولاءهم كما ذكر هذا واقع الحال يعني حتى من نجل الاحتلال هكذا أريد للعراق أن يكون العراق بلا صناعة ولا لا يمكن لمشروع يقول أنه سنبني بلد نطور يزدهر أن يأتي على صناعته وزراعته وكل بنات تحتية ويدمرها ويخرب ويقول سأبني من جديد لا يمكن هذا هذا غير معقول وغير منطقي وواضح من البداية أنه هناك مشروع لتجريف العراق تجريف قوته سلب قوته قدرته قدرته ما يكون مشروع يحارب العلماء والعقول الجيدة العقول الاقتصادية واحد من عندهم مستاذيات يعني واحد من العقول الطيبة لماذا هو خرج من العراق نموذج من ملايين نحن نتحدث بالتالي هناك تجريف لهذه العقول هناك عدم الحاجة لأجل أن لا يبنى العراق فليس هناك مشروع لبناء العراق حقيقة في هذه النقطة بالتحديد دعني أسأل أستاذ زياد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مشهدان يقول أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد في ارتفاع مستمر يصل في كل سنة 170 ألف شاب لا يجدون فرص عمل ولا يتم تهيئتهم إلى سوق العمل وليس هناك أصلا تنسيق ما بين الوزارات وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة في كم من الخريجين نحتاج في هذا المجال أو هذا المجال فبالتالي حتى الخريجين الجدد الذين يدرسون مختلف الاقتصاصات لا يجدون لا تأهيل ولا فرص عمل بمجالات خاصة ممكن أن ترفض الاقتصاد بالتأكيد هذا يعني يؤكد المسألة التي طرحتها في البداية أن العمل في مسألة التوظيف أو يعني مسألة مسار التوظيف داخل العراق الحكومي داخل العراق لا يعتمد على معايير أنت تتكلم الآن على مسألة معايير مسألة ضابط مسألة خطة عمل مسألة استراتيجية في موضوع التوظيف لكن هناك غياب على هذه في هذه المسألة العامل الحزبي العامل الطائفي العامل السياسي هو يعني له الاولوية في مسألة اختيار الموظف من عدم اختيار هذه هي الإشكالية الكبيرة الحقيقة مسألة الكفاءة مسألة التدريب مسألة يعني تطور المهارات والكفاء وغيره هذه تعد يعني المسائل الجانبية والثانوية الربما مطلوبة لكن العامل الحزبي العامل السياسي هو له يعني الخيار الأكبر أحد المدراء في أحد الدوائر الحكومية الحقيقة يكلمني قبل فترة قليلة يقول لي أن اليوم دائرتنا مملوئة ممتلئة بالموظفين ورغم ذلك جابونا بحدود 150 إلى 200 موظف ليس لديهم مكان داخل المؤسسة إلا في حدائق المؤسسة تخيل هذا الوضع يعني الموظف من الصباح إلى المساء يقضي الوقت في الحديقة لأنه ليس لديه مكان مشكلة كبيرة الحقيقة أنه حتى تكسب ولا جهة معينة تقوم بتوظيف في دائرة معينة هذا الحقيقة هذا الخلل الكبير ونحن اليوم نتكلم عن الموضوع الضاغي وأنتم كخبير اقتصادي يعني إلى أي مدى ممكن أن تتحمل خزينة الدولة هذا الاستنزاف بالرواتب نعم نعم يعني اليوم في الميزاني أو الموازنة التي سيتم أقرارها يعني اليوم أو غدا يعني هناك المبلغ للنفقات التشغيلية المخصصة للرواتب بحدود 111 تريليون دينار تخيل يعني نحن نتكلم 199 تريليون مجمل الموازنة من ضمنها 111 تريليون تذهب للرواتب وباقي المبلغ يقسم على تفاصيل الحكومية الأخرى فلدينا مشكلة كبيرة أن الدولة تبيع البترول وتدفع رواتب ما عمروا الوقت مثل ما ذكرتنا وعزيادة السكان يتم وضع ضغط حقيقة على المالية العامة للدولة خصوصا أن الدولة لا تتعارك باستراتيجية لتنوع مصادر الداخل اليوم دولة تتحرك على موضوع دعم القطاع الخاص فتح المجال للاستثمارات فتح المجال للمشاريع هذه كلها ستفتح المجال لقطاعات كبيرة لشراء كبيرة من الخريجين ومن الطبقة العاملة للدخول في سوق العمل لكن هذا غير متوفر الدولة اليوم هي تحاول استيعاب هذا العدد ضمن الولاءات وضمن الأولويات الحزبية نعم مشاهدين اسمحوا لنا أن نأخذ فاصل قصير ونعاود حلقة اليوم من طاولة حوار هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه كيف نشأت ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق تعاقبت على العراق حضارات جمّة الآن أصبعت سبعة آلاف سنة ترجمة نانسي قنقر الكرام الجديد في برنامج طاولة حوار ولعل العراق كان يسمى سابقا أرض السواد وفيه من الزراعة وفيه السهل الرسوبي وكان يكتفي بمحاصيل كثيرة وكذلك فيه آلاف المصانع التي كانت توفر له الاكتفاء الذاتي من منتجات وغذائيات وأمور كثيرة وحتى المنتجات النفطية الكرام رافع اليوم الحكومات حكومات ما بعد الاحتلال كلها كانت تعد بمشاريع التنمية والامتعاش الاقتصادي وافتتاح مشاريع بمليارات الدولارات ولكن اليوم القطاع الزراعي يعاني القطاع الصناعي يعاني كذلك قطاع النفط يعاني التجارة تعاني كل القطاعات تعاني فبالتالي سبعة ملايين موظف اين يعملون اذا كانت الزراعة والاراضي الزراعية تنحسر اذا كانت الصناعة مصانع متوقفة اين يعمل الموظف اليوم حقيقة دكتور سنان نحن لدينا المعادلة مقلوبة يعني لو كان البلد طبيعي لو كانت هناك عقلية ادارية صحيحة وكان هناك مشروع خطط تنموية لكنا قد رأينا انه ربما 10% واقل من 10% هم في الوظائف الادارية والباقي كله في يعني قطاعات الانتاج قطاعات الصناعية الزراعية التجارية سواء قطاع عام او قطاع خاص والقطاع الخاص هذا يعني امام افترض بيئة استثمارية عالية ومهيئة وطبيعية وميسرة هذا كله غير موجود الان كلهم مثلما حضرتك يعني اشرت كلها يعني متجمعة في القطاع العام قطاع الدولة نعم يعطون رواتب هؤلاء هذه الرواتب الحقيقة تستنزف الدولة لانه انت يعني تعطي هذه الرواتب وفي نفس الوقت مستويات الحياة يعني كلفة الحياة كلفة المعيش اليومية ايضا ترتفع سواء خارجيا باعتبارك انت بلد مستورد تستورد كل شيء نعم فانت تخضع لأسعار خارجية منتجات خارجية كلها تدخلك ويستوردوها بالدولار فتدخل الى البلد أسعارها ترتفع وهذه معرض الارتفاعات الكثيرة وهذه تشمل كل السلع والبضايع ومواد الطعام وكل شيء طيب كل هذه ترتفع انت تعطي للناس رواتب يعني حتى التباهي في اعطاءها الى رواتب هذه لم تعد كافية كان احد اراء على الفيسبوك يقول في الزمن النظام السابق كانت الرواتب قليلة اليوم شوفوا الرواتب وصلت الى الف دولار ربما في بعض الاختصاصات اكثر من الف دولار المقارنة كيف يمكن ان يفهمها المواطن في وقت كان العراق يوفر كل قوته ويملك قوته واليوم لا يملقوته كله مستورة بغض النظر عن المقارنة يعني لا ندخل في هذه المقارنة وانتهم بالانحياز الى الماضي تركنا من الماضي نعم اليوم انت انت تتحدث عن الحاضر يعني تفاصيل الحياة اليومية تحتاج الى قدرات مالية معينة انت في السكن تحتاج الان ايجار اي بيت انت اكثر من 65% من العراقين لا يمتلكون بيوت نعم يعيشون اما في العشوائيات او في يوت مؤجرة وهذه الى ايجارات مبالغها كبيرة جدا جدا اقل بيت الان في بغداد وفي المدن كم يكلف يعني يكلف اكثر من 3 ارباع ما اخذهم الراتب طيب الدراسة الاكل التطبيب تكلفة المعيشة اصبحت ضاهظة كلفة المعيشة عالية جدا جدا فبالتالي انت ستضطر هذا سيدغط على الموازنة سيدغط على الدولة اذا ما كانت هناك دولة سيدغط على السلطة نعم لكي تزيد الرواتب زيادة الرواتب ايضا سيتبع انت ليس لديك انتاج لا تستطيع ان تتحكم بانتاجك ليس لديك وليس لديك موظفين وعاملين في كل قطاعات في هذه النقطة سيد زيادة يتكلم دكتور رافع عن انت لديك اليوم راتب ولكن متطلبات الحياة اصبحت باهظة جدا الاسباب عديدة منها ان القطاع الزراعي كما يؤكد الخبراء ان الخزين المائي وصل الى اسوأ خزين له في منذ ثلاثينيات القرن الماضي ليس هناك اسوأ من هذا الخزين اضافة الى ذلك انحدار وتدهور القطاع الحيواني الثروة الحيوانية الدواجن الابقار كذلك قطاع الاسماك كلها تأثرت بشيحة المياه الزراعة كذلك تأثرت بشيحة المياه بالتالي تسهيل الاستيراد وخنق الزراعة والصناعة داخل العراق ادى الى ماذا؟ ادى الى اي شيء يعيش المواطن كأنه عايش في سوبر ماركت وليس بلد نعم دكتور بالتأكيد هذه من الملفات الخطيرة الحقيقة التي لا تتعامل مع الحكومة العراقية بأولوية لديها الحقيقة ضعف تفاوضي مع الدول المحيطة ولا سيما في ايران وتركيا تركيا الحقيقة حسب الطلاع على تقارير كثيرة كانت هناك دعوات للدخول في مفاوضات مع العراق وكانت هناك مبادرات الحقيقة أن تدخل الحكومة العراقية مع الجانب التركي في شراكات للتطوير الزراعي داخل العراق يعني استغلال المناطق واستصلاح الأراضي الزراعية داخل العراق مقابل أن تزيد الحكومة التركية من تدافقات المياه وتصبح في المقابل حكومة العراقية لدخول الشركات التركية للتطوير الزراعي وتشغيل الأيدي العامة العراقية فلذلك هناك نوع من الرابح رابح اتفاق رابح رابح بين الدولتين لكن لم تجري مثل هذه العمليات الحقيقة نتحدث عن المياه المياه اليوم هو العصب للنهضة الزراعية للنهضة الحيوانية لنهضة باقي القطاعات الحقيقة لكن هناك إهمال هناك الحقيقة تردد كبير ضعف كبير عدم قدرة عراقية حكومية عراقية على التحرك لاتخاذ خطوات فعالة في هذا المجال لذلك نرى اليوم ضعف والحقيقة شبه شلل في القطاعات الأخرى على القطاع الحكومي طيب هنا أيضا الفلاح اليوم يعاني من مشكلة تسويق المحصول المحلي لأنه أصبح باهد الثمن بالنسبة للمنتج المستورة اليوم ليس هناك ضرائب على المستورة ويكون هناك استيراد بكميات كبيرة وبأسعار أرخص بالتالي أنت اليوم رغم قلة المياه رغم صعوبة التقنيات المستخدمة اليوم في الزراعة هناك زراعة في العراق وهناك نسبة قليلة من الفلاحين يعني يريدون تسويق هذا المنتج ولكن دون جدوى الحكومة لا تسهل لهم حتى التسويق نعم هذا بالتأكيد من ضمن الإشكاليات التي تتعلق بإدارة الإنتاج الزراعي للبلد الثروة الزراعية والثروة الحيوانية تعتبر من الثروات الاستراتيجية للدول وهناك دعم حكومي استراتيجي لهذه القطاعات سابقا كان هناك دعم لهذه القطاعات ذلك كانت هناك نوع من الازدهار نوع من التطور والتوسع في هذه القطاعات دول الأخرى الحقيقة حتى نرى أن هناك دول تمتاز بالبيئة الصحراوية لكن هناك دعم حكومي لتوسيع المجال الزراعي في العراق الحقيقة لأن جانب الاستيرادي مدعوم سياسي يعني هناك تكسب سياسي بمسألة الاستيراد وبالتالي هذا القطاع المهمل ليس هناك دعم حكومي تفضيل الجانب الاستيرادي على الجانب المنتج المحلي أدى إلى هذه الكوارث ومع مرور الوقت الحقيقة لم تتحرك الدولة في هذا المجال سيحدث الحقيقة شبه اندثار للزراع داخل العراق هذا جانب الجانب الآخر ربما الجانب الصناعي وقطاع الصناعة في العراق يعني رئيس اتحاد الصناعات في العراق عاد العقاب يقول أن المعامل المسجلة في العراق في الاتحاد تبلغ ستين ألف معمل منها ثلاثة وأربعين ألف معمل معطل بالتالي هذه الأعداد الكبيرة من المعامل المعطلة ولا زالت هناك رواتب تعطى للعمال المسرحين من هذه المعامل يعني إلى أين يصل العراق وهذه المعامل موجودة أصلا نعم هذه مشكلة كذلك إضافية هناك صراعات حزبية الحقيقة على مسألة إدارة هذه المصانع بعض الأحزاب تريد هذا المصانع وبعضها تريد مصانع أخرى لذلك وقعت الصناعة العراقية في أتون الصراعات الحزبية هذه الخلافات بين الوزارات وبين قيادات الكتل المشكلة اليوم الحقيقة يعني العكاسات السياسية تضرب في جذورها على جميع المفاصل الاقتصادية والصناعية داخل العراق فلدينا مشكلة ربما حل الجانب السياسي سيحل الكثير من المشاكل الاقتصادية داخل العراق وأنا متأقن من هذه المسألة دكتور رافع أيضا جهات حكومية تؤكد أن عشرات المصانع والمعامل في العراق أصبحت خاسرة وتقترض رواتبها الحكومية بسبب الفساد في وزارة الصناعة والمعادن من وزارات أخرى لإعطاء رواتب لموظفيها لماذا هذه الحلقة المفرغة وهي مصانع موجودة المصانع ليست موجودة الحقيقة يعني على الورق كانت موجودة واقعية كانت موجودة نعم حد 2003 أغلب المصانع والمصانع الكبيرة التابعة للدولة القطاع العام نعم والقطاع المشترك فككت بيعت أو دمرت أو خربت انتهت الصناعة لدينا يعني الآن تحتاج إلى تم إنهاءها يعني نعم أنت تحتاج إلى بناء تحتية جديدة لبداية الصناعة جديدة وهذه تحتاج إلى تدريب وإلى مصانع وإلى مكائن وإلى خدمات وإلى توفير بناء تحتية من كهرباء وخدمات وربما أو شيء إرادة سياسية وبالتالي إلى صناعات معينة تحددها تستطيع أن تدخل السوق تنافس تفيد المواطن تستطيع أن تنافس خارجيا تجيب لك عائد جديد هذه قضية كبيرة جدا لأنه الحقيقة أفرغ البلد من هذا الموضوع وهذا المشروع مشروع الاحتلال كان يتقصد هذا لذلك فتحت أبواب العراق عاما مستيرات كل شيء والعراق مطلوب من عند المواطن العراقي أو كل العراقي يكونون يعني مجرد مستهلكين وهذا ما حصل الآن العراق مستهلك على الأقل كانت يعني في السابق بغض النظر عن رأينا نظام جمهوري نظام ملكي لكن على الأقل كانت نسبة معينة تدخل في خزينة الدولة نسبة معينة غير النفوط من هذه المنتجات من هذه تشكل نسبة معينة لا تشكل شيئا الحقيقة حتى المنافذ الحدودية التي تتحدثون عنها قال بيتها بيد الميليشيات وهي من تتحكم بها بالتالي القضية القضية كبيرة إذا نتحدث ربما عن عن قضية مهمة جدا الآن نعم نتحدث عن موازنة جديدة نعم تحدثون عنها زادوا فيها الضرائب على الهاتف ربما 5% ما عروش قد 5% البنزين 5% الأرقام يمي دكتور يعني نسبة 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين 10% على زيت الغاز 15% على الوقود نسبة 1% على مبيعات النفط الأسود كذلك هناك ضريبة على المطار في جميع المطارات العراقية مبلغ مقطوع 25 ألف دينار يعني ما يعادل 20 دولار أنا أعتقد الدكتور سنان أنا أعتقد أنه البلد الآن والنظام يعني هو مجبر على الاقتراض والاقتراض الخارجي عندما يقترض من البنك الدولي وكذا توضع شروط ويستطيع الأستاذ زيادة أن يتحدث ويعني يشرح هذا الموضوع بشكل يعني هو اختصاصه والرجل يعرف كيف يشرحه بالتفصيل هذه أنا أعتقد هذه مشروط البنك الدولي أن تفرض هذه الضرائب عليه لكن هذه الضرائب ستزيد تغطي العجز الموجود كلفة كل الأشياء كل السلعب ستزيد كلفة الحياة على المواطن العراقي حتى على الموظف هذا الذي يتحدث عنه في نفس الوقت يعني اليوم أقرأ في الموازنة أقرأ إضافة مثلا تعاقد مع 37500 شرطي شرطي نعم جديد لمدة ثلس سنوات تعاقدوا الآن التعاقد مع عشرة آلاف ربما جندي عراقي يضافون إلى جيش مع الأرقام الموجودة نعم 750 ألف دينار شهريا تعاقدون مع 3500 واحد لمكافحة الإرهاب طيب بمبلغ راتب شهري مليون دينار هذه كلها تزيد الأعباء لكن أريد أن أقول لك هو من البداية عندما دخلوا ما يسمى بالانتخابات هذه اللعبة هذه لحظة بعطت وعود لهؤلاء الناس بأنها ستوظف ولا أنت لديك سبع ملايين أو أكثر من سبع ملايين موظف وتوظف ناس جدد في وظائف جديدة هذه غريبة أنت تتحدث عن أمن وأمان وجود أمن وأمان ودعش جثة قبل يومين ثلاثة يلقوهم مرمية في الشوارع مقتولين بطريقة غريبة عجيبة وأنت لديك 17 جهاز أمني وما أعرف منه لديك حشد وميليشيات ولديك جيج وتوظف وتوظف أعداد كبيرة هذه كله يرهق يرهق الموازنة يرهق الأموال اللي جاء وهي أموال العراقيين إذا كنا نقرأ الدستور بشكل واضح هم مثل ما يقولون هذا الدستور الكسيح يقول النفط العراقي ملك الشعب العراقي فإذا أموال التي تأتي من هذا النفط هي ملك الشعب العراقي إذا كل هذه الأموال تصرف من من أموال الشعب العراقي بطريقة جاهلة وطريقة مذلة نعم نعم أستاذ زياد كما ذكر دكتور رافع هنا يعني الميزانية أقرت بعد يعني جهد جهيد وبعد صراعات سياسية ما بين الشركاء الموازن المقترحة 197 تريليون دينار أي ما يعادل تقريبا 152 مليار دولار لو قارناها مع ميزانيات أو موازنات دول محيطة بالعراق لرأيناها ربما أكثر ثلاثة أو أربعة أضعاف على أية حال هناك عجز 49 مليار دولار بهذه الميزانية أضيفت فقرات من الضرائب على المواطنين من أجل سد العجز بالتالي هذا الرقم المهول 152 مليار دولار وهناك عجز وتفرض ضرائب من جديد على المواطن كيف سيزداد سعر السلع الغذائية ويزداد التضخم داخل السوق وأين المواطن العراقي من هذه الحلقة التي ليس فيها له أي مصلحة نعم المشكلة اليوم نتكلم على طريقة غريبة وأسميها ربما شاذة في تداول أو مناقشة أو التفاوض حول هذه الموازنة هذه الموازنة كان مشروع الموازنة مفترض بين اللجنة المالية في البرلمان وبين وزارة المالية وبين وزارة التقطيط حصرا هذا الملف تلقفت الكتل السياسية والقيادات السياسية وبدأوا الحقيقة يتعاملون مع الموازنة وكأنهم يتقاسمون تركة أو ميراث كل طرف يحاول زيادة حصة في هذه الموازنة على كل حال اليوم العجز كبير يعني نتكلم على المسودة الأولى التي تم تقديم مقابل أشهر نتكلم على 64 تريليون دينار عراقي وسعر بربيل نفوط تقديري أو تخطيطي بـ 70 دولار هذه كل الحقيقة أرقام عليها علامات استفهام أرقام الحقيقة قد تعرض العراق إلى سقوط حر اقتصاديا مسألة اليوم مسألة يعني العجز ذكرت وتفضلتون مسألة الضرائب بعض الضرائب تم ألغاها خلال المداولات الأخيرة التي حدثت يوم أمس بعض هذه الضرائب التي تتعلق بقطاع الاتصالات وغيرها لكن ليست هذه المشكلة أنه بكل الأحوال حتى لو أنت فرضت اليوم ضرائب ورفعت هذه الضرائب لن تتمكن هذه الضرائب تغطية جزء كبير من قيمة الدين أو قيمة عفوا قيمة العجز هناك اليوم الحكومة قررت من خلال هذه الموازنة 27 جهة مانحة جديدة سيتم الاقتراض من عندها مستقبلا لتغطية الموازنة التشغيلية أو تغطية جزء من العجز بالإضافة إلى الأرقام أو الجهات المانحة الموجودة أساسا خلال الاتفاقات السابقة فهناك مشكلة كبيرة نعم اسمح لي فقط نوضح هذه النقطة للمواطن مشروع الموازنة الثلاثية التي سربت للإعلام هي عكس ما يراد لها أن تمرر يعني بحدود 199 تريليون دينار وأكثر من ثلثي الموازنة التشغيلية أي بحدود 133 تريليون تذهب رواتب وشراء سلع وليس فيها طابع استثماري الجانب الاستثماري لا يتعدى عشرة مليارات دولار بالتالي كما ذكرتم الميزانية التشغيلية ستأكل المال مستقبلا ولن يكون هناك دوار أو إرجاء أو إطفاء هذا الدين يعني لو تشرح هذه النقطة للمشاهد والمتلقي ما فائدة الميزانية التشغيلية والاستثمارية نعم والميزانية التشغيلية تحتاج كل الدول الحقيقة في الموازنة الإقرارة في الموازنة لإدارة المصاريف أو الحركات أو العمليات الحكومية من ضمن دفع الرواتب لكن لدى العراق الحقيقة حصها إلى أو نسبها إلى تذهب إلى رواتب تكلمت تقريبا بعدود 111 تريليون دينار ستذهب من هذه الموازنة لدفع الرواتب لن يتبقى شيء الحقيقة لتحريك عجلة التنمية دعم المشاريع مشاريع التي تحدث عنها رئيس الحكومة موضوع طريق التنمية وغيرها من المشاريع الأخرى وبالتالي ستبقى مقيدة هذه الموازنة لن تتمكن حقيقة الحكومة من أي تحرك إيجابي فعال لتنوع مصادر الدخل وستعود ستستمر الاقتصاد في نفس الدوامة بيع النفط ودفع الرواتب هذا بالتأكيد أرجع على سؤالك الأول سينعكس بطبيعة على مسألة التضخم أنت اليوم ستوظف أعداد أكبر حسب التقارير أن هناك تسعمائة ألف موظف جديد من خلال الموازنة جديدة سيتم توظيفهم سواء موظفين مدنيين أو موظفين في القطاعات الأمنية هذه كل حقيقة ستصب في موضوع رفع مستوى الاستهلاك رفع رفع مسألة الأسعار خلق طبقية الحقيقة اليوم نتكلم عن طبقية اليوم أصبحت لدينا طبقية وهذه المسألة ستعززها بشكل كبير طيب تكتور رفع أود أن أطرح ما صرح به وزير الرئيس الوزراء الحالي محمد السوداني قال أنه الغاز المصاحب لاستخراج النفط يحرق في العراق ويستورد بمليارات الدولارات من إيران بالتالي أنت لديك يعني كمية سبعمائة ألف ربما لتر مكعب من الغاز يحرق يوميا مع استخراج النفط وتستورده من إيران وإيران تتحكم بك لا تسدد الديون يلا نطيق غاز حتى تشغل مولدات للصيف واحدة من التناقضات المضحكة المبكية في العراق أنه هؤلاء السياقين يعني الذي نسميهم يعني جزافا سياسيين نعم حدثون بلغة غريبة عجيبة حدثوا للمواطن مثل هذا الحديث نعم يعني هو من المسؤول والمواطن لحرق الغاز واللي قال لكم روح استوردوا من إيران وجيبوا محطات كهربائية تعمل بالغاز والعراق ما عنده غاز نعم هذه كارثة مستمرة يعني متراكمة ومستدامة هم يريدون استدامة الخراب الحقيقة بهذه الطريقة فيحاولون شراء الوقت بهذه التصريحات الغريبة عجيبة يعني المواطن ما عاد بعد عشرين سنة يعني تغريه يغريه سماع مثل هذا الكلام هذا بالعكس يستفزل المواطن فأنت أمام حالة شاذة بالعراق ولكن هو كرئيس حكومة يصرح بهذه التصريحات ما المراد هو واقع حال هذا واقع حال هذا الذي يجري واقع حال حقيقة أنت تحرق غازك وتستورد غاز وتدفع مليارات الدولار وما على أربع مليارات أو خمس مليارات إلى إيران حتى تستورد غاز وحتى تشغل محطات الكهرباء وانت صارف على الكهرباء هم يقولون واحد ثمانين مليار دولار والكهرباء غير متوفرة لحد الآن نعم وأنت قبل سنوات طويلة قلت أنه سنصدر سنصدر الكهرباء واكتفاء ذاتي كذبة كبيرة والحقيقة والآن يوعدون الناس بالربط الخليجي ما عرف منه وشقد راح يوفر لك وشقد راح يجيب لك كهرباء وانت شقد تحتاج وهذا أنت ما عندك صناعة يعني ما عندك مصانع ما عندك قدرات تسحب طاقة كبيرة ما عندك هذه كلها ما عندك فيما لو رجعت للصناعة ورجعت عندك مصانع وتحتاج إلى قدرات كهربائية عالية الكارثة ستكبر أكثر الآن المواطن يعدوه بصيف سيتحمل به حر كثير وبعد أن قالوا أنه يعني الصيف القادم سيكون هذه الكارثة مستمرة وبالتالي نعود إلى إلى قضية أنه لدينا خلل فوضى كبيرة سياسيا واقتصاديا وفي كل الانتجاهات نعم والاقتصاد فيه فوضى كبيرة فيه خلل فيه تشوهات كبيرة ليس هناك سياسة اقتصادية حقيقية نعم ومثل ما تحدث التحدث الأستاذ زياد هناك فهم يعني قصور في الفهم في التصريف في الرؤية وهذا واقع الحال في العراق نعم أستاذ زياد يعني مما انتهى منه دكتور رافع يعني شركة سومو للمنتجات النفطية تقول أن العراق استورد خمسة ملايين طن من المشتقات النفطية بقيمة خمسة مليارات دولار إذن العراق هو مستخرج للنفط ويستورد المنتجات النفطية من الخارج العراق كان يزرع ويستورد المنتجات الزراعية كان تقريبا له اكتفاء ذاتي من الصناعات والمعلبات وكثير من المنتجات ولكنه أصبح يستورد الغاء الضرائب وتسهيل الاستيراد كم أدى إلى تحطيم وتدمير وإنهاء الاقتصاد العراقي نعم بالتأكيد أنا بس جزئية الغاز العراقي نتكلم عن المختصين في الجانب الحكومي والقطاع النفط العراقي يعني يتذرعون أن مسألة الغاز المصاحب تحتاج إلى عمليات يعني عمليات معالجة لا يملكها العراق الآن لكن يقولون أنه من خلال يعني المستقبلا خلال 2025 سيبدأ العراق بموضوع استخدام أو الاستفادة من الغاز الطبيعي المنتج من خلال حقوله فلذلك يعني المسألة ربما فيها نوع من الحقيقة لكن البعد السياسي كذلك موجود والبعد السياسي كذلك موجود في موضوع استيراد يعني المنتجات التحويلية ومنتجات البترو كيميائية الحجة أنه ليس لدينا مصافي عاملة المصافي السابقة قد تم تفكيكها وتم تدميرها وبالتالي الدولة مضطرة يعني الاتجاه نحو استيراد المنتجات البترو كيميائية البرميل النفط اليوم المصدر من العراق يستورد العراق بخمسمائة ضعف كمنتجات البترو كيميائية هذه أرقام الحقيقة يعني هائلة ترهق الاقتصاد ترهق جيب المواطن وترهق الميزانية الدولة لكن بالتأكيد وراء كل هذه المعادلة الخاطئة أطراب داخلية مستفيدة منها وحتى تفكيك المصافي مصافي النفط وتكرير النفط يعني من المستفيد منها حتى يستورد أو تستورد المنتجات النفطية نعم بالتأكيد يعني نحن اليوم نتكلم تفكيك يعني مثل ما هو معروف مصفى بيجي أو يعني إخراج تسعين بالمئة من عنده من الخدمة بالتأكيد هناك قصدية هناك رغب يعني ادخال القطاع الصناعي النفطي العراقي في حالة شلل واعتمادية على الخارج والخارج معروف أن هناك دول قريبة استفادت من اختراق السوق العراقي وسيطرت واستخدمتها كدالة الحقيقة دالة سياسية ودالة اقتصادية تؤثر على القرار العراقي كنا نتمنى أن يطول الوقت هناك لسه ملفات لم تطرح ولكن هكذا هو الوقت ينضي سريعا معكم نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا ونشكر ضيوفنا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث في الشأن السياسي شكرا جزيلا لوجودكم دكتور وكذلك نشكر ضيفنا من لندن الأستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لوجودكم معنا وشكر الموصول لكم مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة